أحبابنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي حقيقة ما ذكر عن أبرز العلامات في الأرض وأنها من الجنة لماذا تميز جبل أحد عن دونها جميعا؟ لماذا كان جبل أحد شديد الأهمية عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير راجين من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم فضلا اشترك في القناة وفاعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات إن أقوى ما جاء عن السلف الصالح بخصوص أبرز الأشياء التي هي من الجنة هو عن جبل أحد فهو أكبر جبال المدينة المنورة ويحتضنها من الشمال وسمي أحد لتفرده وتوحده وانقطاعه عن بقية الجبال من حوله وهو عبارة عن سلسلة جبال ممتدة من الشرق إلى الغربة ويبلغ طول هذه السلسلة سبعة كيلومترات وعرضه قرابة الثلاثة كيلومترات ويبعد عن المسجد النبوي قرابة خمسة كيلومترات وجبل أحد أحد الشواهد التاريخية التي تزيد من جمال المدينة المنورة الممتلئة بعبق التاريخ الإسلامي وكان صلى الله عليه وسلم يحبه ويعلن على الملأة هذه العاطفة الجياشة بقوله هذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه متفق عليها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أغدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدى له أحد قال هذا جبل يحبنا رواه البخارية وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبي بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهدان رواه البخارية وهو واحد من أبرز الجبال التي ارتبط اسمها بواحدة من أهم وأبرز الغزوات التي اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك من يرى أن هذا الجبل هو من الجبال التي توجد من الجنة أما الآثار التي تتواجد في أحد فمن أبرزها مقبرة الشهداء والتي تضم شهداء غزوة أحد والذين حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على زيارتهم بشكل دائم وقد جاء في الأثر عن السلف الصالح أيضا ولكن بشكل ضعيف إلى حد ما عن أشياء أخرى من الجنة منها أربعة أجبل من جبال الجنة وأربعة أنهار من أنهار الجنة وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة فالأجبل أحد يحبنا ونحبه جبل من جبال الجنة وطور جبل من جبال الجنة ولبنان جبل من جبال الجنة قال الراوي ولم يذكر الرابع والأنهار النيل والفرات وسيحان وجيحان والملاحم بدر وأحد والخندق وخيبر عد من حديث عمر بن عوف المزني ولا يصح فيه كثير بن عبد الله ابن عمر بن عوف تعقب بأن الترمذي روى له حديثا وصحها قلت وهذا مما أنكر على الترمذية كما قاله الحافظ المنذري والله أعلم وروا له ابن خزيمة في صحيحه أربعة أحاديث وروا له الدارمي والحاكم في مستدركه عدة أحاديث كلها من النسخة التي رواها عن أبيه عن جده قال الحافظ ابن حجر في أطرافه والأشبه أن كثيرا في درجة الضعفاء الذين لا ينحط حديثهم إلى درجة الوضع وقد ثبت أن الأنهار الأربعة المذكورة من أنهار الجنة في عدة أحاديث وحديث السهل السابق شاهد لقصة الأجبل فبان أنه ليس من الحديث ما ينكر وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وجاء أيضا بحديث مرفوع حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله الأودية عن جلد بن أيوب عن معاوية بن قره عن أنس بن مالك رضي الله عنها حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجل الله عز وجل للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة وقع بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثبير وثور قال أبو غسان فأما أحد فبناحية المدينة على ثلاثة أميال منها في شاميها وأما ورقان فبالروحاء من المدينة على أربعة بردة وأما رضوى فبينبع على مسيرة أربعة ليال وأما حراء فبمكة وجاه بئر ميمون وثور أسفل مكة وهو الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاره وهنا نرى أنه على رأس تلك القائمة وأبرزهم على الإطلاق جبل أحد الشريف وهناك العديد من الفرضيات التي وضعت لتفسير اسم هذا الجبل المهم منها أن هذا الجبل كان قد سمي بهذا الاسم بسبب توحده عن بقية الجبال وبسبب إحاطته بالمناطق السهلية التي تحيط به أما الفرضية الثانية التي وضعت لتسمية هذا الجبل بهذا الاسم فهي أنه سمي بذلك نسبة إلى أحد الرجال العمليق الذين سكنوه أما الرأي الثالث فقد ذهب إلى أن هذا الجبل قد كان سمي بهذا الاسم لأنه رمز لتوحيد الله تعالى هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخس ولا فاضح اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كل غائبة لنا بخير اللهم ألهمنا رجدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره والقبر خير بيت نسكنه واجعل ما بعده خيرا لنا منه يا رب اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم اردنا بقضائك وأعنا على الدنيا بالعفة والقناعة وعلى الدين بالطاعة وطهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وطهر أعملنا من الرياء وبصرنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي السدور إلهنا قوم عجاجنا وأعنا في استقامتنا وكلنا ولا تكن علينا أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين اجعلنا ممن يأخوذون كتابهم يا رب باليمين واجعلنا يا رب يوم الفزع الأكبر من الآمنين متعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أعوذ بكلمات له التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله